مرحبا بكم من جديد مشاهدنا وينضم إلينا فيه الأستوديو الأستاذ محمد أغير أكجا مدير اتحاد النشر والكتب في تركيا وأيضا المدون العراقي حارث العباسي مرحبا بكم معنا مرحبا سهلا موضوع حلقتنا اليوم يصب في صلب اهتمامكما نبدأ معك أستاذ محمد الأرقام في التقرير الذي تابعناه يعكسه ربما واقعا مفزعا لماذا برأيكم هجر العرب القراءة أم أن العرب منذ زمان أصلا لا يقرؤون صراحة عندما سمعنا التقرير وكنا نسمع سابقا أيضا مثل هذه التقارير أن قراءة الكتب بين العرب يقل في أواني الأخيرة ولكن عندما نرى الواقع ونرى القارئين خاصة في المعارض الكتب العربي أنا صراحة لا أوافق هذه الإحصائيات وأرى شيئا ما أنها ليست دقيقة في هذا الأمر وإيضا عندما نرى في المعارض العربية الاتجاه إلى الكتاب العربي أو مئات القراء بل في بعض المعارض آلاف القراء يتجهون إلى الكتاب وينتظرون أحيانا ربما ساعات أمام الكتاب للكاتب ليوقع الكتاب وبعد ذلك يتجهون إلى القراءة لا أظن أن هذه الإحصائية دقيقة يزداد عندما نقيسه بسنوات الماضية لكن أستاذ محمد هل كل من يشتري كتاب يقرأ هذا هو السؤال الذي يجب نعم نحن نرى أن شراء الكتاب هو أول خطوة للقراءة أصلا عندما القارئ يشتري الكتاب ويضعه في مكتبته هو في نيته أن يقرأ الكتاب أصلا لذلك ليس ربما اليوم يقرأه ولكن بعد فترة يأتي يوم يقرأه ولذلك عنده نية لهذا ونرى أن الناس أصلا خاصة الصغار من العمر يتجهون للقراءة أكثر من الكبار هذا الذي نراه خاصة عندما ننظر أحيانا ثلثي المعرض أو نصف المعرض يكون من كتاب الطفل العربي هذا الذي أعتقد أشعارني أن هذه الإحصائيات ربما ليست دقيقة وأنت أستاذ حارث ما هو تعليقك حول التقرير التقرير هو إلى حد ما جزء منه واقعي وجزء الآخر أتفق مع الأستاذ محمد أنه ربما يكون هناك مبالغة لكن على أرض الواقع يوجد هناك هجر للكتاب بشكل كبير جدا على مستوى الكبار وربما بمستوى الصغار الآن بدأت فعاليات ربما هي ليست بالمستوى المطلوب لكن في نفس الوقت لها رواجي ترى مثلا أطفال يقبلون نحو الكتب التي تستهويهم وغيرها فهي هناك جانب إيجابي وهناك جانب سلبي الجانب الآخر أنه نحن بعض أحيان نقتني الكتاب لكن لا نقوم بقراءته هذه أيضا مشكلة يقع فيها الكثير من الشباب وربما يستهويه عنوان الكتاب ويقتني هذا الكتاب ثم يضعه في المنزل ويذهب عليه عام وعامان إلى ثلاثة أعوام ولم يفتح هذا الكتاب وحدثت ربما حتى معي شخصيا بعض العناوين التي يجلبها ربما إلى اليوم لم أقراها وربما هناك عناوين أخرى لا كانت منذ اليوم الأول هي محل للقراءة أنت اخترت التدوين توجهت نحو الكتابة الإلكترونية السبب أولا ثانيا هل هناك ممد الإقبال نحو هذه التدوينات أولا سبب توجهه إلى التدوينات جزء منه أنه مجال التدوين هو مجال مفتوح مجال حض لا يوجد هناك تقييد على لغة الكاتب لا يوجد تقييد مثلا على المواضيع التي تثار لا يوجد مثلا اسم الكاتب معروف أو غير معروف هو مجال مفتوح للجميع مجال التدوين الشيء الثاني هو جزء منها للتسويق ربما مثلا أنا هدفي أنه أطبع مثلا أكتب كتاب مستقبلا لكن كمرحلة أولى أن أبدأ بالكتاب هذا ربما يكون صعب لمثلا شخصية غير معروفة عند القراءة ولا معروفة عند الجمهور فالبداية بالتدوينات هو الذي ربما يكون الانطلاق نحو الكتاب يعني هذا ربما أكثر هدفين لكن المساحة الحرة هي هو الشيء المهم في قضية التدوين أنه عندنا مساحة حرة نكتب في كل الأمور التي نريد أن نعبر رأينا عنها خصوصا في مدوناتنا الشخصية في الصفحات تواصل الاجتماعي ربما أيضا يوجد بعض المنصات لها شروط ولها سياسة نشر لا تتقبل كل المواضيع لكن في صفحة الشخصية ربما أي موضوع استطيع أن أطرقه دون أن أستأذم من أحد المدونات في كثير من أحيان هي توافق أو تستجيب لرغبة الشارع اليوم مثلا يوجد فتحدث سياسي أو يوجد قضية اجتماعية أثيرة في منطقة ما يأتي هذا المدون ليكتب عنها أو يوجد مثلا قصة شخصية مرض بها المدون فيكتب عن هذه القصة الشخصية ويبدأ بنشرها اللغة مختلفة تماما طبعا يوجد بعض المدونين اللغتهم جيدة وربما البعض ممتاز لكن يوجد أيضا نسبة كبيرة اللغة تكاد تكون ربما بمستوى جدا جوة جيد والبعض ضعيف فهذا أيضا يعتبر سلبية على قضية المدونات لكن هي مساحة التراكمية عند المدونين الخصوصا الذين يطورن نفسهم بشكل مستمر ربما يبدأ الفرق مثلا المدونة رقم واحد غير المدونة التي تكون رقم خمسين أو ستين سنلاحظ هناك تغير في قضية اللغة نعم أستاذ محمد سمعت لأستاذ حارث برأيك لماذا لم تعود الكتابة التقليدية تستهوي الكتاب أعتقد طبعا انتشار التكنولوجيا يتجه بسبب أنها يتجهون الناس إلى قراءة بعض المقالات عبر الكمبيتر أو عبر النت ولكن مع هذا نرى أن الناس أو ناشرون أو محاررون في دور النشر يبحثون عن الكتاب الجيدون خاصة في مقالاتهم لكي يصطادونه لكي يكون كاتبا عندهم الهدف في النهاية حتى عندما يكتب الأستاذ في النت هو هدفه النهائي أن يصل كتابه ورقيا مطبوعا إذن أننا نرى أن الكتاب الورقي ما زال هو الأساس في العمل ولكن هذا ما يشجه خاصة الشباب أن يكتبوه بشكل حر وأيضا أننا خاصة في منطقة الخليج في أواني الأخيرة نرى هناك كثير من الشباب أن اتجهوا أولا كتبوه عبر النت ولكن بعد ذلك بدأوا أن يطبعوا كتبهم وكثير من دور النشر الجديدة في الخليج نراهم في المعارض بشكل كبير أستاذ محمد بالإضافة لبعض التحولات هناك من يرى أن تراجع القراءة يعود لأسباب أخرى قد ترتبط بضعف البنية الثقافية بهشاشة الميزانيات المخصصة للقراءة كذلك ربما هذا موضوع مهم نعم أوافق في هذه النقطة لأن مع الأسف الكتاب في العالم العربي مع الأسف يعتبر أسعاره غالية نعم ضعف القدرة الشرائية قدرة الشرائية مع الأسف منخفضة وهذا أيضا أحيانا نراه في بعض المعارض مثلا عندما يكون مثلا عدد أسعار الكتب فيه عروض مثلا يتجهون القراءة إلى هذا المجال ولكن عندما نقيس العالم العربي خاصة أنا أستطيع أن نقيسه بتركيا أسعار الكتب في العالم العربي جدا يعتبر غالي ضعف القدرة إذن الشرائية وسيادة ثقافة الإعلام والاستهلاك المعرفي الرخيص كذلك شجع حارث على الكتابة الإلكترونية تأكيد الوصول عبر المنصات التواصل الاجتماعي أو منصات التدوين هو الآن أصبح أكثر سرعة من ناحية الانتشار شيء ثاني أن الكتابة عبر المدونات هو شيء عابض للقارات والمدونة لا تنزل في بلد واحد وإنما يتنزل في كل أقطار العالم وفي نفس الوقت أنه مجال أيضا مفتوح للجميع في كل مكان يستطيعون أن يكتبون هذه المدونات المدونات وأظن أنه يعني يوجد أيضا قضية أنه هناك تحول أنه اليوم العالم بدأ يميل إلى قضية الاختصاد في كل شيء يعني سابقا ربما كان المثقف يقرأ كتاب من 500 إلى 600 صفحة الآن تحول بدأنا نبحث عن الكتب الصغيرة التي هي 100 صفحة 200 صفحة هذا أظن التحول ما بين الشيء الكبير جدا إلى الصغير وأظن هو المدونات جد تلبية لهذه الحاجة نعم كذلك أنتم تقيمون اجتماع دوري في إسطنبول لناشرين من أكثر من 70 دولة في العالم أستاذ محمد نعم نحن باسم الاتحاد الناشرين الأتراك هذه السنة الرابعة نقيم البرنامج المهني ما نسميه برنامج زمالة بين الناشرين قدمت هذه السنة من 103 دولة 575 ناشرا لكي يشارك لهذا الحدث ونكون هناك لقاءات ثنائية بين الناشرين وأيضا يكون هناك من بلدان العربية ناشرون يأتون ويشاركون لبيع الحقوق التأليف وتوزيع الكتاب بينهم وخاصة في حركة الترجمة بين اللغات جميل رسالتك أستاذ حارث للناشرين رسالتي للناشرين أنه أن يتبنوا الكتاب الشباب خصوصا الذين يملكون مثلا أفكار عميقة أفكار تطابق الواقع تستجيب للظروف المعاصرة يعني نبتعد عن قضية أنه نركز حول كاتب معين وننشر له ربما هذه ستخلق جو جديد ربما يوجد مثلا فكرة أن نجمع مجموعة من المدونين وينشرون كتاب واحد ضمن فكرة محددة كل واحد يأتيها من زاويته المعينة ربما يكون أيضا هذا هو كسب للمدون ليتحول إلى كاتب ورغيه جميل أستاذ حارث أستاذ محمد ربما يبقى تبقى لخير الجليس سلطة رمزية عبر التاريخ يبقى حاضرا أمينا وحارسا الكتاب كلمة ختمية نعم نحن صراحة في تركيا نهتم بقضية النشر وخاصة الموجودين في تركيا في كتاب العربي ماذا عن الكتاب التركي هل هناك ترجمة هل هناك نعم الترجمة من اللغة التركية إلى اللغة العربية في السنوات الأخيرة ازدادت كثيرا وخاصة بسبب صراحة المسلسلات التركية انتشر في العالم العربي ولذلك القارئ العربي اتجه إلى هذه الكتب وعبر مواضيع ضفقا للمسلسلات التركية وهذا ما رأيناه في سنوات الأخيرة نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد غير اكجا مناسق البرنامج المهني الدوري في اسطنبول وشكر موصول كذلك للأستاذ حارث العباسي مدون شكرا لكم